نشاطات الصيفية 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 يعني بكرة وبعد بكرة بكرة وبعد بكرة وإن شاء الله تكون عند حسن نظن الجميع بدي أعطي ملاحظة أنه أنا كتير مبسوط بالجو الخلقها المهرجين لو ليلة ضاعة أول شي وكتير بالمنطقة عم بسمع يعني إيجابيات وناس مبسوطة باللي عم بصير وهيدا الشي اللي بيفرحنا هيدا واجباتنا شو رح يصير بالليومين يعني شو النشاطات حييت عن نشاطات رياضية سقفية شو رح يصير نحن برنامجنا بيبلش من الأربعة بعد الظهر حتى تقريبا الأربعة الصبح أو تلاتة الصباح يعني لحتى الناس تخلص سهرتها بيبلش عنا أول شي للأطفال وللصغار عاملين لهم زوايا مع يعني عاملين مثل سوق أكل ومن الكنسبت جديد جديد عن بيئتهم بالضيعة سوق منظم فينا نقول مين عاملوا يعني ولا بت لا بس خبرنا شو النشاطات شوي يعني لنعرف النشاط هيدا هو فيه للثماني فيهم يكونوا الأولاد نعم بينبسطوا مع أهلهم أكيدة بيلعبوا وعندهم كتير اكتيفيتيز مختلفة بعد الثماني يبلش النشاط الفني عنا أول يوم مثل ما قالنا هاي تشيرز هاي تايبل ستاندينج ميوزيك صاخبة فيهونيس هرمت ما بدنوا أوكي ومحل تاني للناس اللي ما بتقلهم البلدية لوطوا الصوت يعني منقلهم لما في تزوم أكيدة مش بس هيك لأنه لازم منقلهم بقى ودافنت لي فيه محل تاني للكبار للعالم السينير اللي بيحبوا يقعدوا يرتاحوا عاملين لهم لاي ستريمينج وسيتد أريا وحيكونوا مبسوطين يعني نحنا تمشينا مع كل الأزواج اللي حتى يكون لكل العالم اللي بتضيعها أو بالمنطقة اللي بحبوا يجي لعنا لكن سهرة نهار الجمعة بكرة فنية مع جورج نعمي ونهار السابت نهار السابت عنا كمان المين إيفنت سعيد امراد دي جي وعنا ستند أب كوميدي أول شي فقرة ستند أب كوميدي بالأول كمان بتعجبكم محاضرين الفيديو للإيفنت محاضرين بس قبل فيني أعطي ملاحظة لأنه نحنا كمان منركز على على البرودكت الضيعة عنا شاب كتير مهضوم نحنا مشهور كتير على السوشيال ميديا رح يعمل الفقرة كل يوم نصع اسمها حكايات السامعوني اللي هني يخدينا من الضيعة لحتى نحط الضيعة بفكها تتماشى مع العصر لحتى الناس الترندي يفهموا الضيعة بالطريقة المهضومة ويصيروا يعرفوا شو كان يصير بالضيعة من زمين من مرادفات ومفردات وإشياء يعني بتخص الضيعة ببير ضيعة وهيدي الشغلة أنا عندي كتير سيئة أنه ممكن تكون في منها انطلاقة لشي حلو كتير يمكن يكون لشخص عنده فن لأنه عنده فن معين بدنا نظهر له وهيدي من واجباتنا من السوشال رسپونسيبليتي تبع البلدية تركز عولة ضيعتها وتشوفها المواهب هادي خانا حضر برموشن الفيلم اللي حضرتو لليلي شابتين لليلي شابتين بكرة جمعة وثبت بثلاثين ووحدة وثلاثين أب وين عم بيصير المهرجين بسيحة الضيعة بمكان معين حلو سواء لك المهرجين أول مرة مننقلهم عندنا محل المدرسة الرسمية قديمة قبل ما وقفت عندنا ساحة فيها كنا أعطونا نعمل إيفنت فيها حبينا نطلع هاي السنة على الطريق على نص الضيعة على ساحة الضيعة ساحة الكنيسة رح نعمل مهرجين بساحة الكنيسة رح يكون في شوية إزعاج أنه نحنا في يومين حتكون الطريق مسكرة ومحولة من محلات تانية الضيعة اللي قبلنا واللي بعدنا حيكونوا مضايقين من الموضوع شوي ويمكن حينبسطوا من الموضوع لأنه نحنا منعزمهم يوقفوا سيارتهم يكملوا الصهراء عنا يصفوا وينزلوا حسابنا وأهلا وسهلا بالجميع بقى هاي دي الفكرة وأنا شفتها كتير إيجابية لأنه هاي دي الطريق نحنا ما قطعناها نحنا وصلنا العالم فيها أنا هيك حسيت طيب دعوة عامة أكيد دعوة عامة كلهم مدعوين أنه يكونوا يزوروا شابتين وينبسطوا بهالليال الخاصة كل شي معمول حساب وخاصة الإشياء المادية معمول حسابها لحتى تتماشر مع أيامنا الحلوية أنطوان عبود رئيس بلديد شابتين شكرا لزيارتك جود لك بالمهرجين وأنا بشكراك ناخد بريك ومنشوف شيف الشرب البعض شوية شكرا لزيارتك شكرا لزيارتك شكرا لزيارتك